اشتركوا في القناة وله شكل مخروطي تتجه ذروته نحو الأذن الوسطى وهو مؤلف من ثلاث طبقات الثلاث طبقات الطبقة الوسطى منها تحوي على أوعي دموي ونهايات عصبية وجود النهايات العصبية معناته فيه إحساسات وجود النهايات العصبية يعني فيه إحساس طبعا هذه تسبب الشعور بالألم عندها وتجي أصوات قوي بيحس لها أنه الإذن صار توجعه هالوجه من لين إجه هذا أو هالألم نتيجة وجود النهايات العصبية هاي الموجودة فيه الغشاء غشاء الطبل الطبقة طبعا الوسطى إذن تسبب الشعور بالألم عند تعرض غشاء الطبل لفروق في الضغط على وجهه أو عند سماع أصوات شدتها بحدود مئة وستين ديسبل إذن الأصوات بحدود مئة وستين بتسوي ألم في الإذن ممكن يجينا فسر لماذا آآ يشعر الشخص مثلا بالألم عند سماع الأصوات التي شدتها بحدود المئة وستين ديسبل من يجيبنا على هذا التعليل نعم أستاذ تفضلي أستاذ بسبب وجود أوهية دموية ونهاية عصبية في الطبقة الوسطى من غشاء الطبل نعم ممتاز إذن هي هي الأصل أنه وجود النهايات العصبي في الطبقة الوسطى لغشاء الطبل الذي تسبب شعور بالألم يثبت غشاء الطبل في موقعه شفنا أنه قلنا مسكر مسكر مجرى السمع مسبت على الدائر هيك بواسطة رباط حلقة يدعى الحلقة الطبلي إذن اللي بسبتم في مكانه هي عبارة عن الحلقة الطبلية تسمى الحلقة الطبلي القسم الثاني من الأذن هو الأذن الوسطى وهي عبارة عن تجويف ضيق مملوء بالهواء تميز فيه منطقتان هما شفتوا التجويفين اللي قلنا فوق بعضاً علوة وسفلة طيب التجويف في الأعلى أعلى اسمه العلي تجويف العلوة اسمه العلي طيب والتجويف السفلة يسمى الردها في التجويف العلوة تتوضع فيه عظيمات السمع اللي شفناها قبل شوي بالرسمي اللي هي المطرقة والسندان والركاب وهذه العظيمات هي أصغر عزاء أو أصغر عظام الجسم التجويف السفلة سميناه الردها وهذا الردها متصل في البلعوم بقناة لحمية تدعى نفير أوستاش نفير أوستاش هاي وقت اللي مثلاً بديدخل هواء من البلعوم بيروح من نفير أوستاش الاذن الوسطى بيخفف الضغط عن رشاء الطبل وقت بيكون فيه صوت عالي المفروض أن الواهد ولو أنه يفتح الفم قليلاً مشانيش يدخل جزء من الأمواج من عن طريق الفم إلى نفير أوستاش فبيخفف وبيجي لوراة غشاء الطبل يعني بيصير ضغط من برة من الإزن وضغط من جوه من الإزن الداخلي فبيخف الضغط على جانبه غشاء الطبل مشا ما يتمزق إذن هذا دوره أنه يخفف الضغط ويؤدي إلى تساوي الضغط على وجهي غشاء الطبل في الأصوات العالية لاحظوا الشكل هذه العزن الوسطى هذا المطرقة أو شيء هاي الفسحة العلوي اللي هي عبارة عن اسماء العلية ومن الأسفل تسمى المنطقة هاي الردها في العلية فيه عظيمات السمع مترقة صندان ركاب قلنا المطرقة بتكون مسبتي على غشاء الطبل إذا اهتز غشاء الطبل رح يهز فرح يهتز السندان والسندان رح يشد الركاب الركاب يكون متصل مع الأذن الداخلي عبر نافذي اسمها النافذي البيضاء هاي الردها لاحظ وجود القناة اللي بتوصل بين الردها وبين البلعوم اللي هي اسمها نفير وستاش نفير وستاش هاي طبعا القناة السمعية ده غشاء الطبل تابعات لمئة للإزون الخارجي لاحظ وجود عضلتين العضلي اسمها العضلي الشادي الطبلي العضلي الشادي الطبلي يعني هي بتشد غشاء الطبل يعني بتشد وين باتجاه الداخل تشد وين باتجاه الداخل في عنا عضلي بالعكس موصولي مع наши ركاب ويجاي باتجاه حاكسه اسمها العضلي الشادي الركابي العضلي الشادي الركابي بتشد الركاب باتجاه الخارج فوقت اللي بيهتز الركاب مشان ما يتمزق سمع بيجي اهترق المترق نتيجة هالهتزاز إذا كان قوي ممكن يتمزقني فواحي بتشد مثلا هاي العضلي الشادي الركابي بتشد للخارج والعضلي الشادي الطبلي بتشد للداخل بيشدني بعكس بعضهم فبيخففني الضغط على عظيمات السمع وبالتالي هذا الشيء يؤدي إلى حماية الازن من الأصوات العالي هاد الموضوع يؤدي إلى إذا كيف يتم حماية الازن الداخل الوسطى اللي هي عظيمات السمع عن طريق عضلتين هما العضل الشادي الطبلي والعضل الشادي الركابي بحيث أن العضل الشادي الركابي تسحب باتجاه الخارج والعضل الشادي الطبلي تسحب اتجاه الداخل ويؤدي ذلك الى تخفيف الضغط على وظيمات السماع وبالتالي تخفيف الاذيم عليها اذا يوجد في الاذن الوسطى اصغر عضلتين ايضا مثل ما شفنا اصغر عظام هنا اصغر عضلتين هما العضل الشادي الطبلي والعضل الشادي الركابي تؤدي هاتان العضلتان دورا مهما في حماية الاذن الداخلية من الاصوات عالية شدي فسر كيف تكون او كيف تؤدي العضلتان الشادي الطبلي والشادي الركابي في حماية دورا مهما في حماية الاذن الداخلية من الاصوات العالية نعم استاذ جاوب تتقلص العضل الشادي الطبلي وتسحب شاء الطبل والمطرقة نحو الداخل وفي الوقت نفسه تتقلص العضل الشادي الركابية فتسحب الصبيحة القدمية الركابية نحو الخارج ويسبب ذلك تقارب استلسلة العظيمات السماء ويخفب قدرتها على نقل الاصوات الى الاذن لكي لا تؤذيها نعم ممتاز ازا الاصوات يعني هي طبعا عاب تتظهر عاب تتخفف نتيجة هالتخفيفات مش هما توصل للاذن الداخلي كمان وتؤذيها اللي عاب يخفف طلنا هو انه عمل العضلتين المتعاكس عمل قلنا تتقلص العضل الشادي الطابلي اللي هي معلقة بمين قلنا بالمترقة وشاة الطابل فبتشده للداخل بتشد رشاة الطابل والمترقة نحو الداخل والعضل الشادي الركابي بتسحب الصفيحة القدمية الركابية الركاب تسحبه نحو الخارج بعكس بعكس بعضين فوقت اللي بيت بصير فيه اهتزاز يعني هاي عملية معاكسة للاهتزاز معاكسة للاهتزاز بدلا ما يكون الهتزاز قوي كتير بتخفف منها الاهتزازات هاي بتخفف منها بتخفف من قدرة العضيمات السمع على نقل الأصوات يعني عمليا ضعفت الصوت الداخل إلى الاذن الداخلي هذا الشيء قلنا يسبب حماية الاذن الداخلي من الأصوات العالية عشان نوصل لأصوات عالية